موسيقى أهلاً ورحباً بكم ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم عشرة سكايب حديث عراقي كما تعرفون خلال هذه الفترة يجري الحديث في كل الأوساط عن تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في كل المحافظات العراقية واليوم حتى منظمة الصحة العالمية حذرت من إمكانية أن يتحول العراق إلى بؤرة لهذا الفيروس لم تتخذ الإجراءات المناسبة للحد من هذا الفيروس يوم أمس الموقف الوبائي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العراق التي صدر وزارة الصحة يومياً تحدثت به الحكومة عن تسجيل 429 إصابة جديدة بوباء كورونا وقالت هذا يمثل ارتفاعاً قياسياً للحالات على أساس يومي منذ بدء تفشي الوباء في العراق تحدث هذا الموقف الوبائي أنه عدد المصابين في العراق ككل مجموحهم 6868 منهم هكذا فصل الموقف الوبائي منهم قال هناك 3378 من الراقدين في المستشفيات 3378 من الراقدين المستشفيات زائداً 43 راقد آخر هؤلاء في العناية المركزة وبالتالي فإن مجموعة الراقدين في المستشفيات يعني مجموعة الراقدين خارج العناية المركزة وداخل العناية المركزة مجموعهم 3421 راقدة وزير الصحة الحالي حسين التنيمي تصرح يوميس أيضاً قال أنه نسبة الإشغال السريلي للمصابين بكورونا في مستشفيات العراق بلاغة 5% فقط والنظام الصحي قادر على استيعاب المزيد من الإصابات طبعاً لنضع الرقمين على جانب ونقرأ أرقام أخرى وسنقارن في هذه القضية طبعاً كل الإحصائيات ومن ضمنها إحصائات وزارة الصحة يعني تقول حتى وكيل وزارة الصحة لشون فنية يقول لدينا في كل المستشفيات العراقية 5500 سرير هي عدد الأسرة المهية للعزل وعلاج المصابين بالأمراض الانتقالية بينها كورونا في جميع العالي عراق 5500 سرير في 200 مستشفى يعني هي مهيئة في العراق للعلاج والأمراض الانتقالية حدثها كذا فلدينا 5500 سرير فقط وتعداد سكاننا 40 مليون فإحنا إذا ما جئنا وأخذنا النسبة التي قال عنها وزير الصحة 5% ووضعناها أمام عدد الراق الديني اللي هم 3421 بذلك تكون النسبة الحقيقية للإشغال في المستشفيات تساوي 62 فارزة 2% 62 فارزة 2% وليس 5% كما يقول وزير الصحة الحالي يعني هذه فرق كبير جدا جدا لا يمكن المقارنة بين الرقمين رقم مهول أيضا وإضافة إلى هذا هم يتحدثون عن سيطرة يقول نحن نظامنا الصحي قادر على استيعاب المزيد الموقف الوبائي أيضا يتحدث عن عدد الفحوصات يقول أن عدد الفحوصات التي جرت يعني الموقف الوبائي اليوم أمس يتحدث أن عدد الفحوصات التي جرت منذ تفشي فيروس كورونا قبل حوالي ثلاثة شهر لحد الآن أكثر من ثلاثة شهر 238.251 فحص أجروا عندما نضح هذه مع نسبة مع الأربعين مليون مواطن عراقي نجد أن النسبة تساوي صفر فارزة 5956275 يعني هذا أنه أقل من نصف بالمئة عدد المفحوصين من نفوس العراق إذا كنا فاحصين أقل من نصف بالمئة من عدد نفوس العراق فكيف نقول أننا في حالة سيطرة وإحنا قادرين ومستشفياتنا وبنانة التحتية قادرة على أن تستوعب المرض هذا محاولة للغش ومحاولة للتضليل محاولة لتفشي الوباء لمداهنة الوباء يعني أحد الوكيل الفني الوزارة الصحة أيضا يقول يقول هناك يعني محاولة لإضافة 4000 سرير في نهاية هذا العام نحن الآن في شهر السادس في نهاية هذا العام يعني أمامنا 6 أشهر حتى يضيفون 4000 سرير أخرى والحين ما يضيفوها هذه القضية ويقول أيضا نحن لدينا 1200 جهاز فقط للتنفس الصناعي أريد أن نقول أنه في عام 2019 كانت الموازنة المالية في العراق كبيرة جدا بلغت 106 مليار و 500 مليون دولار تم تخصص 2.5% بالعشرة في المئة فقط لوزارة الصحة مبلغ ضئيل جدا فيما خصصت القوى الميليشيات والقوى الأمنية 18% وزارة النفط خصصتها 13.5% بيانات وزارة الصحة العالمية تؤكد أن حكومات في العراق خلال العشر سنوات الماضية أنفقت مبلغا أقل بكثير على الرعاية الصحية للفرد من أفقر الدول في العالم البلغة نصيب الفرد العراقي الواحد من الإنفاق على الصحة 161 دولار بالسنة بالمقارنة مثلا في الأردن دولة فقيرة ليس لديها مثل موارد العراق حجم الإنفاق 304 دولار بالسنة على المواطن لبنان هذه البلد الفقير 649 دولار على المواطن سنويا لاحظ كم صحة المواطن وكم المواطن رخيص لديهم كان هناك وزير مثل ما تعرفون اسمه على علوان الذي عينه عادل عبد المهدي وزير للصحة كمحاولة منه اللحاء بأن وزارته مؤلفة من الاختصاصيين وقدم استقالته في آب من العام الماضي اتحدث أن هناك فساد وهو هذا اللي يجعل يقدم استقالته قال هناك فساد لا يمكن التغلب عليه وتهديدات تعرضت لها هو يقول عنه بغاية فوقف جهودي في الإصلاح في إصلاح وزارة الصحة وقبلها كان يتحدث أن الوضع الصحي في العراق سيء جدا لعدم اعطاء أولوية للصحة في العراق من قبل الحكومات المتعاقبة وقال أنه فشلت في جعل الحكومة التي أعمل فيها أن تعطي أولوية القطاع الصحي اللي أعمل به وأشار إلى أن النسبة تتجاوز 85% من أصناف الأدوية على قائمة الأدوية الأساسية في العراق إما موضع نقص في الإمدالات أو غير متوفرة على الأطلاق وبالذات منها أدوية أمراض السرطانات النادرة وأكثرها عرضة للتهريب لأسباب بسبب ارتفاع أسعارها وحديث كان هناك عن معامل إنتاج الأدوية التي كانت كانت حدنا شركة السامرراء لإنتاج الأدوية تحدثوا عنها أن شركة إنتاج الأدوية السامرراء التي كانت توفر الدواء يمكن 300 صنف من الدواء الآن 80% مما كانت يعني أقل بنسبة 80% مما كانت عليه في عام 2002 مع العلم أنه في عام 2002 كنا تحت الحصار وكان إنتاجها أكبر بكثير مما هو عليه الآن هذا ما أرد أن أقوله في وضع خطير جدا يمر به العراق أعداد المصابين يزدادون يوميا العراق ممكن أن يتحول إلى بؤرة بنصة الصحية للعراق منهارة تماما هذه الحكومة والحكومات السابقة هي المسؤولة عن تدهو صحة المواطن وعن تفشي هذا الوباء يحملون المواطن المسؤولية أنه لم يلتزم لكنه في نفس الوقت يفرضون حظر التجوال ولا تلتزم به فئات كثيرة لأنه لا هيبة للدولة إضافة إلى أن الدولة لا تقوم المساعدة الكسبة والناس الذين يضطرون إلى الجلوس في بيوتهم مما يضطرهم إلى الخروج مرة أخرى للعمل لتحصيل رزقهم اليومي المشكلة كبيرة كارثة كبيرة أخرى تحل بالعراق وليس لهم سوى الله ينقذهم من هذه الكارثة أشكركم وألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة